من الحلقات حضرتك حضرت بعض الأرواح ولا أنسي هذه الحلقة في لبنان مزبوط طبعا إيه اللي حصل وإزاي موضوع حركت دعي المطاقة أنا كان فيه شيخ برضو دعياء إسلامي كان أمامي وطبيب نفسي طبعا طبيب نفسي ما قدرش يكلم تماما قالك ما دارش علق الموضوع دوانك الدعياء الإسلامي برضو نظرته وأفهمتهم والحالة موجودة ناس تشوفها في لبنان كانت أحد القنوات المنتشر في لبنان أنا استخدمت قال لي جن قلت لها مش جن بوضو بيعمل بالكلام زي في الحلقة دي دكتور رحمد شهين حضر روح صداب حسين وحضر كتبت في مرأة ومالحيتش حضر جمال والحلقة دي موجودة على اليوتيوب وحضر كتبت صداب حسين بيقول كذا 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 إزاي حضر أرواح يعني هو بوضو أخذ زي الناس عمتا أخذوا كلام العموم شافت وقت بخور ودخان طلع يبدأ دجال ومش عوز عشان البخور ما شافش أن بستخدم البندول علم الطاقة أنا كان معي بندول أنا مش كان معي في داي بندول مزور إيه البندول ده أيوة اللي هو بيعرفوه هنا بيستخدموه في علوم الطاقة هو أحد علوم الطاقة من خلال الجو الأتموسفير ومن خلال كلام معين ومن خلال استحضار شحز ذهني بالتلباسي زي الكلامة الفضائية تحب بيذهب صدام حسين لفنن لا بيتلبس في البندول ده علم طاقة صدام حسين الأكسام عندما تموت تتحول إلى أيام وهل كلمك صدام حسين هل تتحول إلى أيام الناس الأموات والأواح من أكلم ورسالة للشعب العراق الأواح ما هي إلا طاقة أو وعي طيب الأواح كم بس كلمة صحبين الأواح كم بس كلمة الأواح طاقة هو دوتي تحول الجسم الفنى صدام حسين أو كمان جنبولات فهو تحول إلى وعي أو طاقة فالطاقة دي تلبست في البندول فأنا بستخدم علم طاقة وليس أجين فهو تلبس في البندول وبالتالي تحرك على إيه أنا كنت بصوف يعني إيه سوى لأنه صح أو لأ جاوب على أسر والدكتور أحمد شهين فقط هو لسي يسمعه والباقيين مش مسمعه لأن هم في عالم تاني بعد تاني زبزباته مش مختلفة مش متوأمة مع زبزباتنا مش في حاجة زي الـ FM لازم متوأمة مع زبزباتنا يعني حاجة في ساعة كنت في زبزبات تانية ألاحظك حاجة دي أبعاد ألاحظك حاجة الـ FM على موجة معينة أو موجة صوت العرب هلين فأنا جبت موجة تاني تسمع صوت العرب بس أنت رفا طيب لأ لأنه أم تعالى ببعد بنفس السؤال ده أم ببعد وحنا ببعد في حاجة اسمها تحدث ده بالبناسبة حدث بالفعل أنس منصور أنس منصور كابي يحدث ماذا تقول في تحضير الأرواح وما فعله دكتور أحمد شهين فعلا في تحضير روح مثلا زي الراحل صدام حسين هذا علم تفضل فنم طب ناخذ نساحة هو علم كهانة وعلم تحضير الأرواح وعلم تعامل مع الشياطين وعلم تعامل مع كورونا وناس فنوا إذا أن الدكتور أحمد شهين يتعامل مع الشياطين وله وغيرين كورونا هو ممكن الدراسة تفهمه أن ده علم طاقة يعني القباية دي سيري هنا أنا الوقتي بعلم الطاقة هحركها لك من هنا لهنا وأنه هو مقدرش يعملها مسلا دلوقتي لكن هلنفترض أنها تحركت وجه الألم كتب فلان فلاني فعلم ده علم جاي بكورونا شياطين قالت على وإن الشياطين لا يحون إلى أوليائهم ليجادلوكم يعني دكتور أحمد شهين هل تعامل حضرك أنه يسخر الجن اديني فرصة بس اديني فرصة هل علم الطاقة اقتص به الدكتور أحمد شهين دون عن سيدنا سليمان سيدنا سليمان كان مع الجن كلهم ومع ذلك لم يعرف بمملكة سابق أن هم يعبدون الشمس من دون الله لماذا لم يعرف سليمان وجه الهدهد هو اللي قاله أين علم الطاقة علم سليمان لم يقطع علم معندوش طاقة لا ده دول كلهم ده نحن بداكم منهم الطاقة ده نحن بنشحم منهم الطاقة طاقة الإيمانية ولا شيء التطاقة الشيطانية إذا من الطاقة اممان ايه علم الطاقة بقى اللي بيكلم عني دكتور أحمد احنا هننفصر الطاقة بطاقتين طاقة إيمانية أيبا وطاقة شيطانية هل يتحضر أرواح؟ يمشي على الماء. طاق. راجع انت شايفه يمشي على الماء. ويطير في الهواء. طاقة ولا مش طاقة. ده اعتخطط بقى. ده اعتخطط بقى. ده اعود عليه. او عنده مقنن حسب حسب ما تركف علمه. اه. يعني هو بسم الله مشاء الله. ده ايه مدرسه. هم في بعد تاني. معنا عندنا الوقتي بيدرس علم الطاقة. انا انا اوكرني فعلا ان في البلاد البرا بيعتقدوا في علم الميتافيزيك والبرا سيكوليجي. انا انا معاكم. هنا في مصر. انا اسم منصوحة ده يعني. لا يعمم ولا يؤخذ به ضوابط. ولو كان اخذ به ضوابط في علم الفلك السنة. بالعبس. لو كان اخذ به ضوابط ووضع لها ضوابط. لكان الاولى بوضع الضوابط دي الدكتور زاغلول النجار. عالم جيولوجيا. وربط بين. بص. ربط بين علم الفلك. والقرآن. لا. علم الفلك. والجيولوجيا. وازهر لها الاعجاز العلمي في القرآن والسنة. ولا بنسمع عن علم الطاقة منه. رد دكتور احمد شهين بس حتى نعطيه حقه. هو حافظ كتاب الاليات كذلك. ودود الناس لاحظ من القرآن الكريم. وهنا مستغرب الحقيقة. يعني حدر ارواح دكتور احمد شهين. ليس ارواح تاني. وبعدين حافظ قرآن. علم طاقة. انا مستغرب. هقول لحدك حاجة. رد مفهم علي من القرآن. نفس اللي انا استخدم. بقولك سليمان ما يعرفش. ما يعرفش. سليمان ما يعرفش. ان هو كان يعرفش علم الطاقة. انت قصد دلوقتي. يعني اقول سليمان عنده امكانيات صفرة له جن. ومع ذلك لم يطلع الله على حاجة. الكوارب في صوت الناملة بقول ايه. قال لازي عنده علم من الكتاب. لو قال. انا اعتيك بي. قبل ان تدليه ترافك. دلوقتي في العلم الحديث اسبته ان هو ازاي قبل ان يبتد لك ترافك. صح؟ قال لازي قبل ان تكون مقامك. وان عليك قوين امين. قال لازي اعتبر لك قبل ان يبتد لك كده بس ثانية أقلم فهمتو ثانية إزاي من خلال علم الطاقة ثبت حديثا من خلال قواعد الفيزيائية من من أهل العلم الكرائي قوم؟ أكلم كلامي أكلم كلامي أكلم كلامي أكلم كلامي أكلم كلامي علمه من القواني جبت الآية القوانية إذا بدأت طفق ما فيش حاجة مستحيلة تنقله ده حتى لو كسب اسم ينقله لكن قبل أن تتطفق إزاي القواعد الفيزيائية الآن أثبتت أن الجسم أي جسم مادي كثيف إذا سوا في الفضاء بسوعة الضوء وليس الصوت يتحول إلى طاقة طيب وبالتالي فهو يحول الجسم الطاقة بعين وبالتالي نقله من فلسطين إلى خلال في هذه النقطة تحديدا من اليمن هل تدكتور أحمد شهين تستطيع أن تستخدم علم الطاقة كمية أم دارس لعلم الفلك أن تفعل ما فعله الذي قوتي علم الكتاب مع سيده سلمان؟ لا أنا بضع مثال هل تستطيع أن تفعل ذلك؟ طبعا الفلك هو أعلى العلوم الكونية يعني دارك تحتها علوم كثيرة بس داخل الفضاء حيني لحنا شخص حرمتهم ما أنا بقول يا حضرتك أنا معي ما جعتني بقول أنا دارس معي دكتور فلك من برطانيا دايما بقول أنا دارسه بشقينه الفلك البحث اللي هو قواعد الفيزيائية وأنشتاين وكده زي دكتور فالباز والفلك الميتافيزيكس بروا بيسمحوا بالشقين لأن الاثنين صنوار لا يتجزئان هنا ده حلال وده حرام ومن فعش لأنه فيه مديات وفيه أحميات أشياء تتعرض مع الإسلام ولا يا دكتور أنا نجبتك أنا من القوان أنا أتكى بيه قبل أن يتد لك الطاقة الحديث أسمى أنه يستخدم الطاقة إذا سوا جسم بسوعة الضوء بالضوء يتحول إلى الطاقة دكتور أحمد شهيني الآخر الشيخ حسري بيتكلم في نقطة خطيرة جدا أنا أتكلم بقواعده بقوانه عنده علمه من الكتاب استخدم علم الطاقة حل كلام برطانيا كان هذا مضبوط فضل شيخ حسري صوت النمس هل الذي يؤتي علمه من الكتاب استخدم الطاقة ماشي الذي عنده علمه من الكتاب عاصف ابن برافقية كاتب سيدنا سليمان ما بلغنا في القرآن أنه أتى بالعرش قبل أن يرتد الطرف ده كلام كده يعني لبح البصر لكن التفسير ده هل جاء عالم شرعي مفسر من أحد المفسرين وقال أن هذا علم الطاقة أنت أردتها وكيف تعمل أليس منكم رجل رشيد أليس منكم رجل رشيد يعني هل جاء أحد إلى الآن هل سمعت أن في حد من أهل العلم في كل التفسير بداية من ابن كثير أنا لم أستمع لهذا التفسير قال ماشي كلم جميل لكن لكن هل نفترض أن هذا الرجل جاءه بعلم لدني ماشي زي مثلا وعلمناهم اللي دون علم ده كلام جميع سيدنا الخضر ده كلام جميع بقى دينا وراء عليه آه طمام الخضر فعمل حاجات سيدنا موسى معرفه مكانش عندي سيدنا موسى علم غير ألم يكن بشرا؟ كان بشر ما هو زي ما هذا ما يقوله الدكتور لكن بلا دون أن هناك بعض البشر أتروا بعض العلم يعني ربنا حق هولا حاجة سيدنا لوكمان ولا كان نبي ولا كان بتاعه لكن لا قوتي الحكمة وكان من الصلاة الوحي الوحي الخضر مكانش نبي سؤال لا سؤال الدكتور أحمد شهين في إحدى الحلقات منذ قبل فلسي خسري عفوا قال دكتور أحمد شهين على لسانه أن بعض البشر الأنبياء ليسوا فقط هما الذين يعطوا بعض العلم من والخضر بدليل سيدنا الخضر ماذا تقول أن الخضر كان بشرا لم يكن نبيا وأطي من لدن هناك بشر ممكن أن يعلمه علما هل هذا يقوص فيها من الذي قال من الذي قال وعلمناه من لدن علما أصف بن بخيا ما كانش نبي أحكم الحاكمين كلام جميل هل جبريل هل أنت كراجل مسلم عندك عقيدة أن جبريل ينزل بعد موت النبي ويد علم الناس وما زلنا على عبده من بعده كلام جميل وما كان الله ليطلعك مع الغيب دعيات كثير لكن من جلد النبي من موت النبي لا ينزل جبريل وليست هناك معجزات